زي ما شباب عامنين ايه? معكم نبيل. وهذه راجعة بعد انقطاع على الفترة طويلة. تمانا يا رب تكون يعني القطاع النهائية. ولكن ده حاجة غصب عن يعني القطاعات دي. وهي نظرا للاحوال الاقتصادية اللي بي مر بيها. طبعا النهاردة الناس باقي بتروح تشتري ارخص الاجهزة المتاحة انها تجيبها. بعد كده بتتفاجئ ان هي اكلت قلم على عنيها. وان الجاز اللي جابيته ده مش نفع يشغل اي حاجة. فانا النهاردة هبدأ كابسل سلة نوع من انواع التوعية. هتكلم النهاردة عن معالجات. انت مجرد ما تشوفها في الجهاز اللي انت عايز تجيبه او تشوفها قدامك بتتبع. ابعد عنها لان هي مش هتبقى تافية لاي استخدام النهاردة ولا هيكون لها اي لازم. وهقول لك برضو الاقتراحات اللي انا دايما برشحها في اي جيل من الاجيال. حتى برضو من الاجيال القديم عشان نراعي المزانيات الضعيفة. وما بدنا انها هقسم الفيديو ده لجزئين. جزء خاص بانتل. وجزء التاني هيكون خاص باي اي ام دي. وبسم الله الرحمن الرحيم. اي معالج من انتل من ايام المصريين القدماء. ابعد عنه. الحاجات اللي هي بنواب النوايتين والكلام من ده. كلام كله دلوقتي اصبح فارغ وما بيعملش اي حاجة حتى على الديسك توب هيعرفك. ولو هنتكلم بقى تصفح جول كروم وفيديوهات وكلام من ده هتلاقي الجهاز بيلاج معك. وحرفيا هيتطلع ايمانك ومش حيبة ليه اي لازمة عندك في البيت. فابعد عن الكلام ده لانه يعتبر رمي فلوس على الارض. تاني حاجة لو هنتكلم عن معالجات الكور فالكور الجيل الاول التاني التالت الرابعة الخامس سادس سبعة تأمن تاسع كلهم زي الزفت فالية. كلها معالجات بنوايتين واربع مصورات لمعالجة البيانات. فيعني بص المحصلة النهائية ان انت هتلاقي معاك جهاز زي الزفت في كل حاجة تقريبة. كل حاجة تقريبة. في الاول في الاخر نواتين ونواتين كمان ضعاف مهماش انوية قوية. فبالتالي اي حاجة تشوف فيها الانوية دي مع من كانت رخيصة ابعد عنها. ابعد عنها. ولو هنتكلم عن معالجات الكور اي فايف. فاي حاجة تحت الجيل التامن فهي برضو بالنسبة لي سهيئة. كلها معالجات يكون اربع انوية باربع مصورات لنقل البيانات او معالجة البيانات. فهتبدأ البردو المحصلة من نهائية تجربة مش كويسة. يعني يا تجربة لو هنقول انها كويسة هتكون بس اقصاها معاك ان انت بتفتح حاجات عادية بتتصفح. اه فاهم حاجات كده اللي هو خفافة يعني شغل ديسكتوب. انهنا هنتكلم عن فانا ما نصحش خالص بالكور اي فايف العجال القديمة دي نهائيا. بداية من الجيل التامن فانت بتاخد ستة انوية بستة مصورات لنقل البيانات. كذلك الجيل التاسع. بتبدأ من الجيل العشر بتاخد ستة انوية واتنشن مصور. بتكون بقى الحكاية فاكت على الاخر وتكون الحكاية اللي انت عايزه فعليه. لما انا حب احذرك جدا من انت تجيب اي معالج من معالجات اللي انت بتشوفها معالجات الزيون بالذات يعني لو تلاقي اقول لك معالج باتنين وكارت شاشة اتنين جيجا ابطو اربعة وعشرين جيجا والجاو ده ابعد عن الكلام ده لان حرفيا انا بشوف اجهزة غالية جدا انت بتتكلم في فائة الخمسة وعشرين الف والعشرين الف والكلام من ده ويا في الاخر ما بتقدمش حاجة فعالية وممكن تختار معالج ارخص بس اعدس هيدي لك اداء افضل بكتير في كل حاجة اصلا يعني والله حتى الشغل هيديك اداء افضل وهقول لك دلوقتي اقتراحات لكل الفئات السعرية علشان الناس كلها تتبسط ويضيب الحاجات اللي يعطبها مفيدة لها وطبعا ما ستشارك تحط لايك للفيديو ده وتعمل مع صحابك. آآ ننتقل بالي الجزء التاني اللي هو قبل الترشحات نروح ليه ام دي. بص معالي. بسم الله الرحمن الرحيم كده. عندك المعالجات اللي هي الف اكس اللي بتاعي الزمان دايا هتبقى ممتازة جدا ممتازة جدا. لو انت واحد فتح مشروع مثلا قهوة. وعايز نفس الجهاز اللي انت تخبط عليه الكشير وتطلع به الفواتير بتاعتك هو نفس الجهاز تحط عليه الكنكة بتاعت القهوة وتغليها عليه. بس كده. ايجار كده هو مش مفيد لك في ايا حاجة نهائية. فبعد تخلص عن المعالجات دي لو انت برس سيناريو ده. لانها حرفيا هي سيئة. كأداء وكحرارة وككل حاجة. يعني هي ميتة. المعالجات ميتة. فبعد عنها تماما. كذلك لو حنتكلم عن معالجات فعندك الالف او لو نقدر نقوم مسلا الجيل الاول خلينا نحطها هناك عشان تبقى الكلام سهل يعني. دي سيئة في كل حاجة. انا مش شايف انها حلو في اي حاجة وما بتقدمش اي قيمة دلوقتي. انا بشوف واحد مسلا ببيع معالج الف وسبعمائة وقل لك اصلي ده. انا انوية ومش عارف ده يعني هو اصلا معالج قديم وميت. وكان الجيل ده مشهور من ان هو كان فيه مشاكل استقرار وماليا يعني يعني عارف انت انت بترمي فلوسك في انك انت تزهق نفسك من الحياة. ده حرفيا يعني. فبعد عن الجيل ده خالص. ثانيا لو احنا هنتجل نتكلم عن الجيل التاني اللي هو بيكون اوله الفين الالفين ستتمية الالفين سبعمية. فانا برضو مش شايف ان الجيل ده كويس في الالعاب. من الاخر برضو. لانا ستنجل كور برفورمانس فيه تعبان اوي 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 اوي. ولو انت معاك فلوس تجيب الالفين سبعمية اكس. انا شايف انك انت تستسمر الفلوس دي في انك انت تجيب التلاتة ستتمية اكس. اه اي نعم الالفين سبعمية امان انوية وده ستة انوية. بس ستة انوية نينجا. هيسده معك اكتر. وهيدو لك اداء اكتر وافضل في الالعاب ومستقر احسن كالعاب ومستقر اكتر برضو كمنصة. التلاتة ستتمية اكس. وبعتبر من المعالجات انت لو شفتها دولاتي او في السوق المستعمل هتلاعب بسعر محترم وبتدي لك اداء برضو محترم. آآ بس راحة ما نصحكش ان انت تجيب من الجيل التالت التلاتة ستتمية اكس التلاتة امانية التلاتة تستمية والكلام ده كله انوية كتير. ولكن هي برضو مش قوية. يعني انا لو معايا ميزانية ان انا جيب التلاتة ستتمية اكس اللي هو تبقى من دوقتي تبقى بخمسة لخمسة ونص في السوق مستعمل. لا انا ممكن ادور مستعمل على الخمسة ستتمية اكس. ده هيبقى اختيار افضل بكتير وحيدديني اداء احسن بمراحل. الجيل ده اللي اقوله خمسة الاف في تحسينات على مستوى المعمرية خلت الاداء في الالعاب في مكان تاني خالص. فانت لو مجرد ما تقدر تجيب الخمسة ستتمية مستعمل اروح دوس في عدة اوة. ما تفكرش. اصلا يعني هتشغل عليه كروت شاشة قوية جدا وحتاخد اداء مستقر وما انتاش محتاجة ومش هيقابلك اي مشاكل. ده فعليا يعني فانا رشحه كده. بصراحة انا برشحش في ان انت مسلا تجيب مسلا الخمسة سبعمائة وتمنمية وكده يعني غير لو انت معك مسلا ميزانية بالخمسة ستتمية انت تستسمي بقى في كارت الشاشة اكتر يعني تحدس الكارتل معك وكده ده هيبقى احسن. لكن الخمسة سبعمائة وتمنمية وكده لو انت نوع على شغل او انت محتاج او في عندك شغل محتاج انوية كتير كده هينفاهم معك يعني. الخمسة تسعمائة بصراحة ده يعني هو ده ما تجيبوش خالص غير لو انت واحد بتفكر في انك انت تعمل اه يعني او اللي هو او اللي هو انت عندك استوديو ما او عايزت او محتاج بقى الاتناشر نواء والستتاشر نواء والكلام من ده يعني غير كده ما فاكس ما توجعش دماغك معاه يعني. اه فاحنا كده وقفنا عندي ايم دي ان انا برشح لك في لو انت هتجيب اه رايزن اه سري اه رايزن اه تلات تلاف ايه تلاتة ستمية ممتاز جدا وحلو. لو انت معاك ميزانية للتلاتة ستمية هتروح تجيبي الخمسة ستمية ودي بالنسبة لي كده معالجات زهبية في اه منصة بالنسبة بقى لحاجات اللي انا برشحها لك في انتل فهي بتغطي او فئة سعرية اعلى. عندك مسلا لو انت الميزانية عندك متضمرة وجايبة اخيرة فانت مقدمكش غير الحاجات القديمة اللي هي اللي بتقولون عليها استراض هنا في مصر. طيب اجيب ايه? الجيل الرابع. فما فوق تجيبه اي سيبن. اي سيبن. وبالنسبة لها نشايف ان الاي سيبن الجيل السادس اختيار كويس لو انت واحد ناوي تلعب على المية اربعة واربعين فريم. علعاب زي فالو كده. هيبقى كويس وهيدي لك اداء حلو واداء مستقر وتعرف تستمتع باللعبة بتاعتك. كذلك الاي فايف الجيل التامن والتاسع رشحهم لان هما ستة انوية زي ما قلت لك مزا الاجالة اللي قبلها بتبقى اربعة عنوية. فهتماشي معاك الدنيا مش هتقول لك لأ. ولكن لو متاح ان انت اجيب الاي سيبن فتوكل على الله في الاي سيبن هيكون افضل بكتير عشان اللي هو بيدعمه ومش مدعم في الاي فايف في العجال دي. كذلك لو احنا هنتكلم عن العجال الحديثة فاحنا عندنا اختيارات فعلا رخيصة وبتديك اداء كويس. زي مسلا عندك الاي سري الجيل العاشر والحيداشر انا شاف ان اختيارات اقتصادية ممتازة جدا وهتديك اداء كويس لان فيهم احسن من الاي سري الجيل الاتناشر والتلاتشرف فهي معالجات اكتر من ممتازة لو انت فهي حعمل ما ظنش ان انت هتحتاج احسن منع فعلية. ولو هنتكلم عن الاي فايف الاجال ديا فالاي فايف برضو في الجيل العاشر والحيداشر ممتاز وفوق الممتاز وكافي ووافي للك برضو جيل اتناشر والتلاتاشر انا شايف ان هما دول لو انت بالذات حتى المعالجات اللي هي بتبقى ستمية اللي هو ترتاشر ستمية اتناشر ستمية كده. المعالجات دي انا مش شايف ان انت محتاج احسن منها علشان تاخد تجربة لعب وممتازة في اي لعبة فعليا. اه بالنسبة بقى لل في الايجال الحديث انا شايف ان هو بصراحة على الجيمينج. يعني او انا شايف ان هو ممكن يكون محتاج نوع من انواع الشغل لكن كجيمينج زي ما بقولك ان انت معالجات الاتناشر وترتاشر ستمية زي الفل. اما لو هنتكلم عن الجيل العاشر والحداشر برضو هيكون اختيار كويس لو انت المعالج بتاعك بيوصل لنحية التمانين تسعين في المية يعني والدنيا بتهرب منك وكده. هي بس عادتها هيحل معك. كده معاشر قدامنا غير نحن نتكلم عن الاي ناين والاي ناين بصراحة انا شايف ان هو يعني حتى انت لو هتجيب من الايجال القديمة التاسع وكده هتلاقي بالنسبة للقيمة اللي بيقدمها لك يعني. فانا ما بنصحش به خلص في العلعب. نهائي ولا حتى الجليل جديدة والله يعني حتى الجليل اتناشر والتلاتاشر. اه المعالج قوي ولكن انا شايف ان الاي سيبن بالنسبة لي يعني هيبقى احسن منه. اه كسعر او قيمة مقابل السعر. وزي ما بقول لك والله انت حتى مش محتاج الاي سيبن في العلعب اللي يعني اي سيبن لجليل حديثة يعني شديد اوي شديد اوي بصراحة يعني. لو مش محتاجه في الجيمين يعني. اه لحد كده يكون الفيديو ده خلص اتمنى طبعا نكون اعجبك لو حابينها نكمل في السلسلة دي ما تنساش طبعا انتم دعمها باللايك شير اشتراك في القناة كان معكم البلبل سلام.